هي دي الفرحة وهو ده الجمال وهو ده دايماً اللي احنا بننتظره من منتخبنا الوطني زي ما حضراتكم شايفين الناس كلها ولا فارق معاهم أبو جبل ولا فارق معاهم عمر السلية ولا ده بيلعب فين ولا ده بيلعب فين لأ الكل بيلعب باسم مصر الظروف اللي بيلعب فيها منتخبنا الوطني ظروف صعبة جداً مش مش أي ظروف وخلاص بصة والله ده اللي استشفى حضرتك اللي موجود في الكاميرون طبعاً فوت 22 هي اللي عاملة الصورة فعظيمة يا مصر الحقيقة عظيمة يا مصر يا أرض النعم ده صلاح أحسن لعب في العالم وده عمر السلية واحد من أفضل اللي عابين في خط الوسط ونجم النادي القالق في أفريقيا وفي مصر أنا مش عارف مين التالت الحقيقة لكن تقريباً تريزيجية التالت يعني فيعني الحقيقة حاجة مش ممكن يعني اللي حضراتكم شايفينه ده وبالمناسبة أنا بتكلم وبتكلم عن تريزيجية زي ما أنتم سمعتم أنا بقول لحضراتكم أن أنا آه مين ما بيحبش تريزيجية أنا بحب تريزيجية بتحبه أنا بحبه زيادة عن اللذوم آه ماشي لكن لما باجأتكلم فني لو تريزيجية وحش بنقول أنه هو وحش ما عندناش مشكلة ليه لأن احنا متأكدين أن تريزيجي ده جوهرة من الجواهر الحلوة في منتخبنا الوطني ضرب الجزاء انت ما تيجي تفكر في كاس العالم اللي فات في روسيا هو مين اللي صعدنا كاس عالم ما الجهود اللاعبين والجمهور وكل حاجة ولكن مين اللي عمل ضربة الجزاء في الدقيقة اللي احنا وشاطها صلاح طبعا لكن مين اللي عملها؟ محمود حسن تريزيجي طيب تريزيجي كان بيعمل كده ليه النهاردة هو ما كانش ازعلان بالمناسبة أن الناس بتنتقدوا لأنه تريزيجي من اللاعبة اللي بتحب بلدها قوي 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 هو كان زعلان أنه هو نفسه يعمل حاجة أكبر لبلده أنا حتى قلت لحضراتكم والمطش اللي فات أنا لما جيت اتكلم عن تريزيجي قلتولي ايوه عشان انت بتحبه فده مش مسألة ان أنا بحبه حضرتك لعيب نزل في نص ساعة راح للجون ست مرات أو خمس مرات جابهم أو ما جابهمش دي توفيق وعدم توفيق ولياقا ومش لياقا وبقاله كتير ما بيلعبش وليقدر نتكلم فيها ولكن اللاعب الوحيد اللي ما نزل راح للجون خمس ست مرات في مباراة كوديفار في وسط الأفيال فتريزيجي النهاردة لا تريزيجي النهاردة راح للجون وجاب جون بقى قال لك دي بلدي أنا بحب بلدي وعايزة هو ما كانش زي ما بقول لحضرتك هو ما كانش زعلان من أي حاجة هو كان زعلان تريزيجي كان زعلان إنه عايز يعني عايز يقول إن أنا بعمل كل حاجة هو فعلا بيعمل كل حاجة ولكن اللي أقل بدنا بتعلى شوية النهاردة الماتش الأولاني التاني أفضل التالت أفضل الرابع شفتوا النهاردة عامل إزاي الماتش جاي ده تريزيجي ده هو اللح يكسبنا إن شاء الله مع كل اللاعبين وبمسندد كل اللاعبين كلهم يكسبونا وهو ده اللي احنا عايزينه هو ده دايماً اللي احنا عايزينه اشتركوا في القناة